ديراتي مشاهدينا معدنا لأخبار الفاعة الثامنة مع دينا تفضلية دي مشكرك هدينا الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينيتش مجاز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكو أعربت الأمم المتحدة عن باله يقلقيها إلى تصاعد العنف وارتفاع مستوى التوتر في الضفة الغربية وخلال مؤتمر صحفي أكد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دو جاريج أن الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتيرش ينشد جميع الأطراف الهدوء واتخاذ خطوات إلى مصاري مفاوضات وشدد المسؤول الأممي على ضرورة أن تمارس قوات الأمن الإسرائيلي أقصى درجات ضبط النفس على الجيش العراقي مكتر 13 إرهابيا تابعين على تنظيم داعش الإرهابي في محافظات نينوى وكركوكو وديالا وقال النطق باسم القائد الأعام للقوات المسلحة العراقية يحيى رسول إن جهاز مكافحة الإرهاب بإسناد من القوات الجوية نفذ خلال أسبوع سلسلة عمليات نوعية بالمحافظات الثلاثة أصفرت عن مقتل الإرهابيين داخل أحد الأوقار بقضاء مخمور مشيرة إلى أن العثور على عدد من المخابئ تحتوي على أسلحة معبوات ناسفة وأجهزة اتصال تابع للعصابات الإرهابية أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه منخارط في العمل لتحقيق الاستقرار والسلام في منطقة الشرق الأوسط وأشار بايدن إلى أن لديه خطط للقيام بجولة من منطقة الشرق الأوسط توقع أن تتضمن لقاءاتنا مع بعض قادة دول عربية مركحا أن تكون المملكة العربية السعودية ضمن الجولة قال الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الأمر مطروك لأوكرانيا بشأن التنازل عن جزء من أراضيها لتحقيق السلام وإنهاء الأزمة مع روسيا وأفادت شبكة CNN الإخبارية الأمريكية أن بايدن أوضح أنه سيجيء وقت ينبغي في إحداث التسوية بين البلدين كما أكد الرئيس الأمريكي أن بلاده سوف تواصل مساعدة الأوكرانيين على الدفاع عن أنفسهم قال وزير الخارجية الأوكرانية ديمترو كوليبا أن أوكرانيا مستعدة لتهيئة الظروف اللازمة لاستئناف الصادرات من ميناء أوديسيا وأكد وزير الخارجية الأوكراني أنه لا توجد ضمانات من روسيا حتى الآن مشيرا إلى أن كييف تسعى لإيجاد حلول مع الأمم المتحدة والشركاء للتأكد من أن روسيا لن تسيء استخدام الطريقة التجاري لمهاجمة مدينة أوديسيا قال رئيس الاتحاد الإفريقي رئيس السنغالي ماكي سال أن رئيس الروسي فلاديمير بوتين أبدى استعداده لتسهيل صادرات الحبوب الأوكرانية لتخفيف أزمة الغذاء العالمية التي تؤثر على إفريقيا بشكل خاص وأوضح رئيس الاتحاد الإفريقي بعد محادثات في منتجع سوتي الروسية أن روسيا مستعدة أيضا لضمان تصدير القمح الروسي والأسمدة كانت روسيا أكدت أنها مستعدة لسماح لصفن التي تحمل مواد غذائية بمغادرة أوكرانيا مقابل رفع بعض العقوبات الغربية المفوضة عليها ذكرت وكالات أنباء روسية أن الشرطة الأرمينية اشتبكت مع محتجين في العاصمة ياريفان في أحدث حلقة في سلسلة مظاهرات مناهضات للحكومة وأفادت وكالات الأعلام الروسية بأن خمسين شخصا على الأقل نقلوا إلى المستشفى للعلاج وأوضح نائب رئيس الشرطة الأرمينية أن ضباطا أطلقوا قنابل الصوت بعد أن شقاموا متظاهرون بالحجارة وزد الضغط على حكومة نيكول باشنيان منذ اقترابه من تطبيع العلاقات مع أذربيجان نجح المنتخب المصري للمواي تاي في حصد أول ميداليتين الذهبيتين في تاريخه خلال منافسات بطولة العالم للمواي تاي المقامة في دولة الإمارات العربية المتحدة وتوجد تامي خالد بالميدالية الذهبية بعد الفوز على لعبات كازاخستان كما فازت نبيلة علاء الدين على الإماراتية سلمة نجيبي لتحصد الذهبية وقال رئيس الاتحاد المصري المواي تاي محمد إبراهيم إن مصر سجلت اسمها بأحرف من نور خلال منافسات بطولة العالم للمواي تاي بعد تسجيل أول ميداليتين ذهبيتين خلال مشاركتهما في بطولة العالم ختم موجة الثامنة فاصل نهود لحظاتكم استكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر